أن تكون صحفيا ليست جريمة شعار عابر لحدود التغطية الصحفية في كل رقعة أرض رصدتها العدسات ودونت الأقلام أحدثها غير أن واقع الحال يقول غير ذلك والصحفي يقع فريسة تضييق الأنظمة القمعية والميليشيات الغاصبة للكلمة قبل الأرض ولا استثناء اليوم في أدنى البلاد أو أقصاها فالغرب المدعي الدفاع عن الحريات يضيق اليوم بالمناصرين لغزة وإن بالكلمة والصورة وهو بذلك يستنسخ صورة للانتهاكات الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين في قطاع غزة في اليمن للكلمة أثمان باهضة يدفعها الصحفيون من كبيد حياتهم يقتلون ويعذبون ويلقون في غياه بالإخفاء القسري والأكثر حظا فيهم من ظل ملاحقا بقية أيام حياته فارا من داره وأهله وذنبه الوحيد الكلمة لا حصر للانتهاكات ضد الصحفيين في مختلف مناطق اليمن والقمع الفعل المشترك الذي اجتمعت عليه التشكيلات العسكرية على اختلاف راياتها واتجاهاتها ففي عدن وصنعاء يواصل الصحفيون العمل في بيئة وصفتها نقابة الصحفيين اليمنيين بالعدائية عبر التضييق المستمر على عملهم أو ملاحقتهم وصولا إلى اختطافهم كما هو الحال مع أحمد ماهر وغيره من الصحفيين النقابة في بيانها بمناسبة اليوم العالمي للصحافة جددت مطالبتها بالإفراج عن ثلاثة صحفيين من سجون الحوثين في صنعاء وصحفيين آخرين في سجون الانتقالي مؤكدة أن الانتهاكات المتعاقبة أرهقت العاملين في قطاع الصحافة وتركت ندوبا غائرة في وجدان من هجر منهم فيما يقبع من اختار البقاء مقهورين تحت سلطة الأمر الواقع بلا عمل ولا حرية ترجمة نانسي قنقر